نفط تمر بالسوق الدولي بموجات ارتفاع شون يأثر على اقتصادنا بالعراق تحديدا احنا سلام عليكم على ضيوفك الكرام ومستمعيكم شكرا على الدعم حياك الله سلام بالتأكيد ارتفاع وانخفاض النفط لتأثير كبير على الوضع الاقتصادي اذا كان مخطط بشكل الى ام هذا الارتفاع والانخفاض اما ان تعطى خطط لا على التعيين بعجز يعني مخطط الا لعجز واني ايضا ارجع اسدد العجز فهذه العملية هناك ضياعات النقطة الثانية احنا فشلنا في عملية الموازنة لهذه السنوات الماضية ولا زلنا على نفس النظام بموضوعة الموازنة ان نمول كل القطاعات طرحنا اكثر من مرة ان تتحول العملية من بعثرة الموارد المالية يعني هي مو بس ارتفاع النفط احنا القروض ايضا عتمول الموازنة المفروض يعني كذا مليار عندنا مطلوبين قروض القروض اللي نسددها مبالغ اللي نسددها هي تستقطع رسميا قبل ما توصلنا فالزيادة مال النفط ليش انا اجلها للعام القادم ليش ما اخلي موازنة اضعفية يعني اقترحت وصارت في زمن العبادي ان تكون هناك موازنة اضافية في حالة زيادة النفط تعزيزا للموازنة القديمة واللي هي اساسا بعثرة رأس المال او الواردات العراقية كلها وما نجحت الموازنات لو كان هناك موازنة قطاعية كان لمسنا الموضوع اي قطاع دون النظر الى ستراتيجية اقتصادة اي قطاع لو كان هناك تركيز عليه كان لاحظ ما هناك فرق اقتصادي واضح يعني لو عسكن كانت خصصة على الطرق المواصلة اقع زيادة اسعار النفط اللي انشاهدها الان اخذ تفاصيلة بعد هذا الفاصل اعتذر من جنابك الكريم